فهذه اتمرت المباحثات التي حصلت مع الحكومة العراقية ودولة الرئيس السودانية في العراق وتبني على العلاقة الوطيطة بين الطرفين من ناحية لدينا استنفاذ الكمية الموجودة بالكونتراع الذي دخل سنته الثاني كونتراع تزويد زيت الوقود الثقيل اللي نحن منبادله بالجاز اويل بالفيول اويل لكهربى لبنان هيدا الكمتراع بعد فيه 588 الف طن من عد من شهر جولاي باقي بيكون بالكمتراع فاتفقنا على زيادة الكمية الشهرية لتوصل لل160 الف طن على 3 شهر وبعد ذلك 108 الف طن برابع شهر يعني عم نحكي عن تموز وقاب وقيدول وتشرين الاول اللي خلالهم بيجي 160 الف طن بالمعادل الشهري بمعنى اخر عم ندوبل الكمية متوقع نقدر ندوبل التغذية بهذه الكمية اذا كان الطلب هو زيته طبعا بزيادة الطلب بالموسم الصيف بالحرارة وايضا بالزائرين اللي بيجوا من بره ممكن انه ما نوصل هالأدبس لكن رح يكون فيه زيادة مرحوظة بالتغذية هلا اللي اتفقنا عليه كمان هو وهذا رح يخضع العمل بعد مع الحكومة هوني بالقطر اللي لازمة على مستوى تغطايته حكوميا وإداريا هو تمديد العقد تزويد الفيول العراقي إلى سنة ثالثة إضافية ابتداء من تشرين الثاني وتوصل للمليون ونص هالمرة الكمية مش مليوني يعني خمسين بالمية زيادة وفوق هولي كمان اتفقنا يكون في عقد تجاري بين لبنان والعراق لحتى نقدر نحصل من قبل العراق على الكرود اويل لحد مليونين تون كرود اويل بالسنة وهذا قيمته أعلى مقارنة بالفيول اويل الأسود وهذا موجود المنتج بالعراق موجود فبالتالي ممكن يأمنوا للبنان ونحن نستطيع عبر المبادلة نأمن فيه جايز اويل وفيول اويل إضافة لكهربة لبنان لحتى نوصل لأكتر من 12 ساعة تغذية يعني لحتى نستعمل كل الكباستي تبع الكهربة الفعالة عند كهربة لبنان يعني المعامل الأربعة الكبيرة وأيضا إذا فينا تشغل المعامل الأديمة بالحدود اللي هي بالطبع تبقى فيها فعالية مقبولة نحن نتحدث عن الزوء الأديمة معنجية ترجمة نانسي قنقر